الحمد لله جاء بالعالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فأجبوا على العلماء والمفكعين والكتاب والمثقفين علينا جميعا وبخاصة العلماء والخطباء ألا يكونوا بمعزل عن أدوات عصرهم وأن يتعاملوا مع العصر بأدواتها ولا شك أن كتابات الجمل القصيرة بغض النظر عن ما يطلق عليها من مصطلحات سواء يطلق عليها مصطلح تغريدة أو مصطلح تدوينة أو مصطلح بوست قد أصبح أحد الوسائل المستخدمة عبر مواقع التواصل وبداية أن أؤكد أن هذه المصطلحات أو الأدوات سواء التغريدة أم التدوينة دعوة للبناء أو وسيلة للهد والمفكرون من الكتاب والعلماء يستخدمون هذه الوسائل للبناء الأخلاقي والقيامي ولتنمية الولاء والانتماء الوطني وزيادة المخزون الثقافي والمعرفي لدى الشباب وغيائهم أما جماعات الفتنة والضلال وكتائبها الإلكترونية فتستخدم هذه الوسائل للهدم والتخريب فعندما فقدت الجماعات المتطرفة أصيدها في الشرع وفي التأثير في الناس لجأت إلى الصفحات الوهمية والإنسان الوطني له وجه واحد سواء في الواقع أم على صفحات التواصل أما الخوانة والعملاء فلهم ألف وجه ووجه يختبئون خلف الصفحات الوهمية أو الصفحات المجهولة لبس سمومهم وأفكارهم وهذا تطلب أمرين الأول تغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني التي تهدد أمن الأوطان وسلامها والتي تعتمد الكذبة والإفطاء وبس الشائعات منهجا سابتا على مواقع التواصل لا تألو على خلق ولا دين ولا ضمير وطني ولا ضمير إنساني لأن هؤلاء فقدوا حسهم الوطني وحسهم الإنساني وأصبحوا عالة على دينهم ووطنهم وعلى الإنسانية كلها ويجب أن نواجه الحرب بأدواتها لا بأدوات غيرها فكما نواجهها بالفكر الثقب علينا أن نحدسها أسليبنا ووسائلنا وأن نواجه كتائب هذه الجماعات بفكر عشيد يفند أفكارهم الضالة ويبين فسادها وإفسادها وكذبها وافطراءها ونؤكد في أي مجال وفي كل مكان أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق وإذا فضت أصحاب الحق في حقهم تمسك أو تماد أصحاب الباطل بباطلهم وهذا تطلب المزيد من إعداد الشباب ثقافيا ومهنيا وتكنولوجيا وفنيا لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأباطيل التي تبثها تلك الجماعات الضالة ونؤكد أن الإنسان الذي ينقل الأخبار الكاذبة دون أن يتحقق ودون أن يتريث ودون أن يفكر ودون أن يعمل عقله شريكم في ذلك فقبل أن تقوم بعملية بأي عملية من عملية النشر ومن عملية المشركة عليك أن تتحقق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالماء إثما أن يحدث بكل ما كذب وينطلق عليه أن ينشع كل ما يجد دون أن يحقق ودون أن يدقق وعب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا أي فتسبتوا وتحققوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثم إن علينا أيضاً أن ندهس خصائص الكتابات القصيعة فالبلغة الإيجاز والإيجاز فن والكتابات أصولها وإذا كان أهل الباطل يتفانون في سبيل نشر وخدمة باطلهم فعلى أهل الحق أن يتفانوا وأن يتعلموا وأن يجددوا أساليبهم ووسائلهم لنشر حقهم ولمواجهة أهل الباطل نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يعد كيد هذه الجماعات في نحوها وأن يهدينا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته